أزلت المغربي أن عدد المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد بلغ نحو مليونين وثمانمائة ألف نسمة وبين الوزير أن نحو ستين ألف منزل تدرر جراء الزلزال في الأثناء يرسود نقاش في المغرب بشأن المواد التي يفترض استعمالها في البناء في ظل عملية إعادة الإعمار ما بين الأسمنت والطين للحفاظ على شكل البناء التقليدي في المناطق الجبلية في حين يدعو آخرون إلى تشدد في أعمال البناء واحترام قواعد البناء المضاد للزلزال للمزيد يضم لنا من الرباط مراسلنا أنس ردوان أنس هذه الحصيلة للمتضررين هي حصيلة نهائية وضعنا أيضا في صورة آخر الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة المغربية لمواجهة تداعيات وتبعات هذا الزلزال نعم جمال الآن وصلنا تجاوزنا مرحلة الإغاثة تجاوزنا مرحلة إيصال المساعدات فالقرى المدمرة كلها توصلت بالمساعدات بالخيام بالمواد الغذائية الأساسية نحن الآن في مرحلة إحصاء الخسائر والشروع في عملية إعادة البناء كما قال الوزير الموازنة فوزي القجاع فعدد المتضررين من هذا الزلزال يناهز ثلاثة ملايين نسمة وبالضبط 2.8 مليون نسمة وعدد الدواوير المتضررة يناهز ثلاثة آلاف دوار أو قرية صغيرة وعدد المنازل التي هدمت إما بشكل كلي أو بشكل جزئي يناهز الثلاثين ألف منزلا عذرا ستين ألف منزلا الحكومة في هذا الصدد رصدت مجموعة من الاعتمادات المالية لإغاثة هؤلاء الناس ولمواكبة عودتهم إلى الحياة الطبيعية وبالأساس من أجل إعادة بناء منازلهم التي دمرت تم رصد إعانات مباشرة بـ 14 ألف دولار لكل أسرة تهدم منزلها بالكامل أو لم يعد صالحا وثمانية آلاف دولار للأسر التي ستقوم بإصلاح منازلها والتي تأثرت بشكل جزئي هذا بالموازات مع مجموعة من العمليات الإغاثية المدنية وأيضا الحكومية مساعدات إنسانية أغضية أغطية إلى غير ذلك التحدي الأكبر الذي يطرح الآن خصوصا في أعالي الجبال أو المناطق القروية التي تهدمت بالكامل والتي تأثرت بشكل كبير بهذا الزلزال وهي الأكثر تضرورا خصوصا في إقليم الحوز وهو مسألة المعمار أو مسألة التصميم الآن هناك تحدي كبير مع دعوة ملكية لضرورة الحفاظ على الطابع التقليدي لهذه المنطقة الطابع العمراني الذي اشتهرت به والذي عرفت به ومن جهة أخرى القيام أو بناء هذه المنازل إعادة بنائها بأسس وبمعايير مضادة للزلازل ولكوارثة طبيعية الجمع بين هذين المسألتين هم تحدي كبير فالمنازل الأولى التي هدمها الزلزال كان أغلبها مبنيا بالحجارة والطين وهي طريقة البناء التي كانت مستعملة قبل الزلزال في هذه المناطق نظر لأن الزلزال كان مستبعدا جدا في هذه المناطق وحدوثه كان أمرا مفاجئا للجميع وبالتالي الآن أصبح محتملا جدا أن هذه المنطقة أصبحت مهددة بالزلازل وبالتالي إعادة بناء هذه المنازل بمعايير مطابقة لما هو مضاد للزلازل أصبح أمرا ملحا ومسألة يطالب بها كل النشطاء المغانب وخصوصا النشطاء البيئيين بالإضافة إلى مسألة الحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة شكرا لك أنس ردوان مرسل عربي من الريض